معالم الإنجاز البحثي لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا هذا التعب والله سينسى جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤس قط ولا رأيت شدة قط ترجمة نانسي قنقر